الخبر ده حيزع المصريين كتير خصوصاً المئولين والناس اللي بتفكر تبني وده لإن أسعار الحديد ولا عد نار ومحدش عارف يسيطر عليها والنهاردة سعر طن الحديد زاد 2500 جنيه مرة واحدة طيب يا طارق إيه سبب زيادة المفاجأة دي؟ وهل ده معناه إننا ممكن نشوف أسعار مختلفة خالص الفترة اللي جاية؟ أنا أية الوليلي خليكم معي في الفيديو ده ونقول لكم إيه اللي بيحصل من أول ما بدأت عشرين تلاتة وعشرين وإحنا شايفين أسعار الحديد مجنونة وكل يومين نسمع عن زيادة جديدة ومحدش عارف الشركات عوزة إيه ولو بتسأل عن الأسعار بتاعت النهاردة فهتتصدم بجد وده لإن سعر الطن الحديد وصل للمستهلك وزاد بحوالي 2502 جنيه وعلشان كده سجل 39884 جنيه وده للطن الواحد بعدما كان مسجل 37382 جنيه من يوم واحد بس أما سعر الطن الحديد الاستثماري فزاد 3042 جنيه و16 إرش وسجل 38738 جنيه و46 إرش وده مقابل 35696 جنيه و3 أروش من يوم واحد وعلشان تكمل صبت الخرصانة يبقى لازم تعرف سعر الأسمنت واللي سجل انخفاض سعر طن الأسمنت الرماضي بقيمة 7 جنيه و28 إرش وسجل 2044 جنيه و79 إرش مقابل 2052 جنيه و7 أروش وده مش أول مرة تزيد أسعار الحديد وده لأن سعر حديد التسليح الزيت في شهر مارس اللي فات وده من 26 ألف للطن لـ 28 ألف للطن لـ 36 ألف للطن وحاليا وصل لأكتر من 39 ألف جنيه بالطن الواحد وعلشان كده المتوقع يحصل ارتفاعات جديدة في أسعار الحديد الفترة اللي جاية وبكده يبقى ارتفع سعر الحديد في مصر حوالي 21 ألف جنيه وده بعد ما سجل 39 ألف جنيه وكان سعر الحديد في مصر خلال الشهرين اللي فاتوا 18 ألف جنيه وبعد موجة الارتفاع الجنونية اللي ضربت سوق الحديد في مصر طب يا ترى إيه هي أسباب زيادة أسعار الحديد؟ طبعا المفروض إن أسعار الحديد بتتأثر بزيادة أسعار الدولار ومش بس كده ده كمان الفترة دي بدأت الأسواق تترقب إعلان مصانع الحديد عن أسعار البيع الجديدة في شهر إبريل خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفيدة 2% وده اللي التجار بيتوقعوا زيادة جديدة في الأسعار خصوصا وإن الفيدة اتحركت وده اللي ممكن يزود تكليف الإنتاج على المصانع وعلشان كده الفترة دي بدأنا نسمع عن طلبات إحاطة للبرنامان بتطالب بوقف نزيف ارتفاعات أسعار الحديد في مصر واتكلم في الموضوع ده المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وقال إنه بقى في ارتفاع كبير في أسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء خصوصا إن الحديد سعره زاد أكتر من 2000 جنيه في يوم واحد وطالب الحكومة إنها تتحرك بسرعة علشان توقف الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد في مصر وقال في بيان لي إن الأسعار العالية دي بسبب استغلال المصانع والتجار أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية وبقى يستخدموا زي شماعة علشان يعملوا فوضى في الأسعار ويحققوا مكاسب إضافية واللي طبعا هتأثر بالشكل السلبي على صناعة التشييد والبناء وشركات المقاولات الصغيرة اللي معظمها أفل فعلا ولو أنت مش عارف فمصر بتنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح وحوالي 4.5 مليون طن بلد وبتستور 3.5 مليون طن بلد وده مش كلامنا ده أحدث الأرقام اللي أعلنتها غرفة الصناعات المعدنية دلوقتي بقى قولنا رأيك في أسباب زيادة أسعار الحديد في مصر وهل فعلا جشع الدجار هو السبب ولا لأ شاركوني برأيكم في التعليقات شكرا